صوت مميز مسيرة يبدو أنها ماشية في ثنية صحيحة برشا سعيد جدا باستقبلوا بحدينا ليلة برشا طرب برشا مغنى معاه بحب كبير أحمد رباعي أحمد مرحبا شكرا فخامة الاسم أو جمالية اللقب الزوز الزوز مهمين من عائلة موسيقية من عائلة فنية بعض الأحيان يقدموك الفنان الصعد تنزعجك الكلمة بالحقيقة تنزعجني تنزعجني خاطر نشوف الفنان صعد في بدايته وقتلي أنا عندي أربع سنين موجودة على ساحة الفنية قدمت العديد من الانتاجات عندي جمهور برشا طبع فيها خاطر مش فايدة في الكاثرة سعاد فايدة في الكاليتة عندي ناس بالجدد طبع فيها حمد الله عندي 15 أغنية مهرجان الأغنية أخذت الجهازة الأولى حمد الله فنان صعد تحسها يعني تقلل شوية من قيمتي أو تجاوزتها تجاوزتها خلينا نقوله بالضبط أحمد عملت أغاني لكن نبحث عن الأغنية المهبولة الأغنية الهيتة الأغنية التي ترشق الأغنية التي تتحفظ وتتدور وتتغنى ويغنيوها لك غيرك صحيح؟ هو ناخذها معناه الأغنية الهيتة قياساً بالنسبة المشاهدة؟ ناخذها بأنه يدندنها المواطن العادي البسيط أنه لما يطلع فنان على مسرح يغنيها لما يمشي عمل عرز يغنيها أنا عندي نخاف عليك طلبتلي ثلاثة مرات في ثلاثة عروسات عندي نادم اللي خليت بها الجيزة لولا في مهرجان الأغنية يعني عندي زوز الغنيات الزومة أنا أعتبرهم زوز أغاني ناشحة وأكيد بالنسبة لنا نجاح في حظ ذات وكيد تكون عندك ديما أنتجات فنان ساعد عنده 15 غنيات خير من اللي فنان نجم نجم وتساميوه وعنده أربع غنيات أما أنا عندي لوم على مهرجان الأغنية أعطاك الجيزة الأولى لكن ما أعطاكش ما يدعم الأغنية الأولى حضوراً ودفعاً ولم يدافع المهرجان على الأغنية الأولى اللي هي أغنية المهرجان المهرجان أذيك المهرجان الأغنية يعني أذيك البداية تكون من غاديك ونتصور أذيك مسؤولية الفنان ومسؤولية الأعلام ومسؤولية المهرجان مسؤولية المهرجان تعرف هذه معناها أنا أختيت الجيزة الأولى في المهرجان الأغنية اللي هو غاب 12 سنة فلاحصت ساعة معناها في المهرجان الأغنية سنة تحصن برشة ولت عمنا والخلين نقول وخطرها عمناول ما كانش فيها مهرجة الأغنية أنا شاركت في الدورة عشرين اللي هي ولت عمناول الدورة متاسنية ما عندها حتى علقة بالدورة اللي شاركت فيها أنا شاهدت التطور كبير أكيد حضرت الحاجة اللي بها أنك اليوم تحضر في ألبوم عربي برشة لهجات برشة أنماط موسيقية فما تنسي المصري الخليجي العراقي الجزيري هو شو تلوج على أحمد وين تلوج وين تحط أحمد أكثر أحنا يعني خلينا نقوله الأصوات التونسية بصفة عامة قادرة كونها تغني اللهجات الكل ليه جدا لا في ذلك بما أنه واحد عنده المواب دا وقادر كونه يقنع بمختلف اللهجات فلما ليه وينا نلوج على الله فمش حتى فنان معروف في بلاده ما يحبش يتعرف على الشيء العراب ولما ليه على الشيء الانتغناسونال الألبوم بش نوعب ليش يقولوا عنوينه والله يتصدق مازلت مخترتش مازلت مخترتش العنوين خطر على خطر توسمبل ما نحبث كونه يكون ألبوم أحمد رباية 2023 بش نحبطه على ديجيتال بش نحبطه على الشانل المتاعي يوتيوب والبلاتفورم الكل يعني هو المستقبل بالأساس بالضبط هو المستقبل تمويله سيكون تمويل عربي وإلا تمويل ذاتي أو هو من إنتاج خليني نقول لك شركة جديدة حالتها خليني نقول لك الحاجة ذاية حصريا معنى أول مرة نقولها شركة صنوف اللي هي شركة ما زالت كي تأسدتها اللي أنا وراها وكيد مانيش وحدي لأني نلقى روحي ننتج وحدي مريت بتجارب يعني تعاملت مع شركة إنتاج لكن مش كيما تتعامل مع شخص آخر كيما أنت تكون أنت بيدك الشركة أنت وليد شركة منتجة وي لكن الشركة هي تيقفورة أحمد في المرحلة هذه لكن في مرحلة أخرى قادرة كونها تنتج الفنانين أخرين لك أنت وليد الفنان المنتج من قبل أنا فنان المنتج تعاملت مع شركة إنتاج الفنان المنتج بشاركتو مع أنت سريع صون نوف وعليش صون نوف صون نوف صون نوف صون مش صون نوف في بين 109 صون جديد صوت جديد حتفلت بعيد ميلاد أغنية نادم نادم الغنية اللي نجمه نقوله اللي قدمتك زادة في شكل مزيال الجمهور خطر نحب الفنان اللي يعطي كل شي اللي لغنية بشي نجحها صورتها كليب كانت طالعة خيرة علي بالحق فحبيت بعض عام بالضبط يعني من اللي نزلت خديت بيها مارجاً لغنية وهبطت في اليوتيوب بعض عام حبيت نعمل فرانسيزة نحب 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 نغني بلاجات الكل شوف على خطاع صعب الرباعي كيف أتحدى العالم عملها في غشان فرانسيز يعني ما نعملوش عام بالسان فرانسيز يعني لا 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 معناتها شوف لما يا هادي يا هادي والله والله الله غالب تمنعني بشي نقارن في بالك حتى هو ممكن يتنرفز كيفاش هكذا اي نعم تعملو فاية كل مرة تنظري عليها والله ما ايش مش اخي تحبت منعني اللي ينقارن اي ليه ما تقا ليه تجوز المقارن شوف هان الحقيقة معنا يعني صابرت بارك الله عمل غنبلاجات الكل كيف ما قلت انا قلت يعني انا شو يزمين غني بالشانوى بش نولي احمد صابه مشي ما ينقارنوش بب صابر انتي انتصور توا في مرحلة جوزت في هال نوع من عقدة صابر باعي او ما يحب يتركب على اساس انوى عقدة صابر ربيعي لانك تثبت انك عندك لون اخر خط اخر منهج اخر صورة اخرى للفن انتي تخلقت في وقت ما تخلقش فيه صابر ربيعي في وقت اخر معناتها عندك فريشور في صوتك عندك الفرصة انك تغامر انك تعملها بليت اللي صابر يمكن لا عمره يسمح لا خبرته تسمح لا التجربة اللي عملها تسمح لكن لما تعمل تجارب مستوحات او نقول على خطاء ويبقى صابر باعي مدرسة واللقب متاعك اكيد هي بار كوانسيدانس راهو معناها كانت نجم تكون انجلي معناها مش ان فرانسي ما انا مشيت لفرنسا ومشيت الهدايات البروديكسون هذا الشريكة اللي معناها عاودت وزعت الغنية غديكة في فرنسا وفي ماباروليخ الفرنسيز اللي هي عاودت كتبة الكلام وفسرت لها الكلام معناه معناه الكلام بالتونسي فهي كتبة بالفرنسي وغنيتها ولقات استحسن كبير قتلي نجم نغني باللونجلي وبشتغني باللونجلي ايه سمعتك الدندن باللونجلي في البروفا واسبعهم لي حسنوا بيش يعمل احمد رباعي يعمل 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 تجاهنا موسيقى 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 ابتدت الوقت بس احب عمري ابتدت الوقت اخاف اخاف اللي لعمري يجري كل فرحة اشتقها من قبلك خيالي التقاها في نور عيني قلبي وفكري كل فرحة اشتقها من قبلك خيالي التقاها في نور عيني قلبي وفكري يا حياة قلبي يا اغلى من حياتي ليه اه ليه 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 يا اه 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 انت عمري احمد ربعي وين نجم توصل بندفاع الشباب اليوم الموزيكة تبدلت ولنا نحكي على بوب نحكي على عرب عندك الرغبة انك تدخل لها العالم هذية انك تمس جمهور مختلف من خلال فيتات او من خلال اغاني بوب او من خلال اغاني جريئة اكيد بما اني في العمره ذي قاعد نجرب في برشة انماط موسيقية وقاعد نسمع برشة في الراپ قاعد نسمع معناها الموزيكة تبدلت ونس كل لحظة شيء ذي اصلا حتى في غنيتي وليت نمشي في الصوت ذاكة في الجو ذاكة نسمعو اكتيبة مزيانة برشة برشة من حبش نذكر كينجانجون برشة نسمع فيهم ويعلمو في خدمة بها برشة وانا ما نتصورش ما نستغربش بروتو من روحي كونينا نعمل فيت معناها مع رابير وجيين هالحكاية عندك اختيارات معينة نجم تقول مثلا كلام حرش مثلا لا او ايحاقات لا لا منافي الاخلاق لا ونبوس ناس اللي عرفت احمد معنا عندي ناس يعني تحب تسمع احمد في الترابي في ونبوس انا ما نحبش معنا نعملو في فن نجم نوصلو مساج اوترمان بطريقة اخرى مش بكلام احرش عندك الجرأة تسفى ليجا وتسافر تهاجر فرد مرة نقض غديكة يعني فرد مرة هو انا ما نحبش لكن النجم عليش ما نحبش خاطرنا نتمنى كوني نجم نلقى راحتي في بلادي نلقى للا لقي توراحتك في بلادك كفنان لا ما يكفيش حتى فنان ما نجمه نقولولي هو ما هو مرتاح في بلاده اليوم برشا فنانين حظروا فليجاتهم ومشيوا نحو تجارب اخرى مغامرة اخرى فمشكون في دبي اختار انه يبقى يخدم في عراب وكباريات فمشكون ليه يعمل في البومات فمشكون يلوج على الحان هي معناها كل واحد كيفاش يشوف كل واحد كيفاش يرسم ثنيته يعني معناها من منعش كونين تجيك فاترة نجمت هذه فاليستك تمشي بمدة معناه لكن مش تقعد غذية معناها مشين بلايرجوع ومعناه تكون عندك مثلا نتاوب بعض العيد ان شاء الله مش مشي للمصر فما وثائل العلمية مصرية مش نتعدى فيها نرجع لك عليش عليش من مش نول البساجة دوم الجيو من القصيدة اللي نزلتها قصيدة اللي هي ارتجف بردن منتشرت عربين عملت من خلالها يعني بساج ميدياتيك مع نشوة مصطفى الممثلة نشوة مصطفى اللي انا شي شرفني على الاخر كونه قصيدة مجازفة اعتبرها كونك تهبط قصيدة وتوصل ناس قرولي محليها للقصيدة هيسر حبينيك فيها لكن انا نشوفها تنجم تعمل حاجة هكا معنا مش سنية تنجم تقعد فيها خاطر توا من القصايد معناها من نجمش نغني انا احمد البيعي عمره خمسة وعشرين سنية غني قصايد نشوف روحي فيه في حاجة اخرين لكن ما من منعش كونه ساعات تعمل هكذا مبتت دافياسون كي ما عملت دافياسون بالقصيدة كي ما عملت دافياسون بغنية اسمها اموري والله نعارضك على خاطر عبد الرحمن محمد مثلا عمل قصائد ونجح بالقصائد لكن بستيل موزيكال جديد اعمل غيتارات واتريف لكن انا عملتها أوركسترال معنا يعني الفيزيون خلينا نقوله معناها موزيكال مثلا عندك جرؤة الصعود على مسرح كارتاج ولا ايه؟ جرؤة الصعود على مسرح كارتاج في حفلة وحدك او على الاقل خلي تكون ثنائية سا دبان شكون الثنائية مع شكون فاضل تغني مع فنان من جيلك او فاضل تغني فنان مش من جيلك من جيل اكبر من فاضل من جيلي من جيلك عندك اسماء من جيلك تسمع لهم انساء ولا رجال في تونس في تونس من نسمع كيد بلتي من جيلي قتلي سمحني من جيلي شكون عنا في من قدش عمرك تانقل خمسة وعشرين عرش مهدي بكوش اللي ره صغير مهدي عايشي اكبر شوية من جيلي ما نشوفش عندهم برشة انتاجات الحقيقة حقيقة نشوف روحي يتسابقهم في الانتاجات ما عنديش الانيره موجود الناس اللي تفارش فينا يدخلوا يدخلوا للشان يوتيوب متاعي ويسمعوا للغنيات تجربة التمثيل تستهويك برشا عندك الجرأة تدخل لهذا العالم برشا وجيتني وجيتني حكاية ده اغنغة معه واتقابلت انا ويك وقلت باز هادي بش تسألني عليها الحكاية ده اذا انا كنت شاهد على حاجة مانجم ستسألك عليها انا ثمانيت لو كنت موجود وي عملت كاستينج كاستينج مسلسل فلوجة كلموني كيف كيف عالنمرو الموجود عالانستاجرام كيمكن ظاهر يعني الكاستينج ناجح عالاخر وبالحق نحايا سوسن جامني عالكاستينج اللي عملته مش معاني خاطرين موجود فيه المثلسل المعاني لا كاستينج قوي برشا وناجح ياسر نعرف الممثلين اللي جابتهم سوسن كلهم لكثري من الانستاجرام فنفس الشي يعني ما كلموني على الانستاجرام مشيت عملت كاستينج لي داور شكون؟ داور نوح اه داور نوح اللي بالحق معانا داور معانا صعيب برشا كمبليكي دي كمبوزي معانا لما شفت فارس عبدالدايم شفت الداور الكل قلت بارك الله عليه ولا قل ضيعت فرصة بارك الله عليه بالحق داور مش سهل جملة واتقنوا ووصلوا بالحق معانا برافو عليه وانا وانا يعني نستغرب بيني وبروحي ونفرح مكيد معانا كيفش شفتني سوسن في الداور ذاك اللي هو داور بوطولة معانا وانا اول مرة مش نمثل كانت قبلت نلقى روحي في داور كمانا ذاك مسؤولية كبيرة ونقولها سوسن نغسي بكو إن شاء الله إن شاء الله تلقانا في بروفيل اخر إن شاء الله خاطر نعرف البروفيل ذاك صعيب برشا وإن شاء الله ونستنيك كذلك في غناية مسلسل كذلك نعم إنك تمشي تعمل ذو فويس تقبلها ولا لي هو ذو فويس ما عادش في بالي ما عادش بشي استمر لو؟ لو مستمر لي لي الحقيقة لي ما عنده ما يضيف لك؟ ما عادش يضيف ذو فويس ما عادش يضيف في السنين نذو ما عادش يضيف شوفنا مهدي عايشي حتى كي نحكي معا مهدي معناها ما ضافتلوش ما ضافلوش ذو فويس معناها كي تصح مع شركة إنتاج وتقعد هي معناها شدتك ما عاش قدش من عام خمسة سنين ما تنجمش هكا كل تحريكة بحسابها ما نحباش هذيك كل الفنان يكره هذيك باش نكون صريح معاك ما نحبش نكون كيك الفنان حر الفنان حر بالحق نفهمك نفهمك يعني سيناريو مهدي عايشي باللقب ما تحبوش لا مهدي مهدي نحبه على الأخر السيناريو سيناريو ما الله غالب هي الدنيا تجارب حتى أنا مريد بتجارب خايبة معناها أخي بتجاربك مريد بتجارب خايبة ما أخي برشة معناها أخي بها ما نجمش نقول خطر كيبش نحكي فيها نحكي فيها نيجاتيف ما ما أنا بويسكو تعلمت منها تاو دونك ما نحبش نحكي نيجاتيف ما أنا تعلمت منها تظهر لي الدنيا مفروشة قدامك بالوروح ونما اللي كان واحد ما يغلطش ما يتعلمش و أبو دو شاك تونال ياتو جغدو للومياخ أكيد يعني أنتي كي تتتحسن لي تذكر تعليك الدنيا تقول لي أنا وفينا الماء فما فما مخرج فما حاجة نخرجوا بيها بي بي أحنا متفقين على الحوار هدايا عندنا مدة وي واتو بيغتنا نهار تلحد تسعة أفريل نلقاوك على المسرح مع ساب الربيعي ما في بيليش معناها ما في بيلوش ما في بيلوش ما في بيلوش شو أنت مشيت تتفرج؟ مشيت تحاضر يعني مشيت أن فيتي لا ما كنتش أن فيتي مشيت حاضر كنت حاضر كأيوها الناس حبيت أنك تشف صابر مع الفرقة الوطنية بقيادة الماسترو يوسف بالهيني وحبيت شوفوا شو يقدم في ربضان فما رعني إلا كما يقولوها طلق قلبوش بباربجين في بيلوش اي أنا قلت البس تكيكا قلت بيليك شي هكا فما معناها ديز انترفيو هكا متاع هاي هوني فما شكون من الحاضرين صورني حسوها أنا ما حاستاش أنا ما ما عانتتاش جملة لحكاية حتى بربابيليتي صغيرة إلا كي قبضي عايته أحمد أحمد وهو قال منيش نغنيها واحدي وقتها سيبوعه هتفهمت مقتها فهمت ما عانتا القاعل كل ما فيها حتى مطرب كان انتي لا قدامي ألفة برمضان هاكا قدامي علي سار وقدامي سيدة الوزيرة فتعديت حلوة سيمباتيك كل حاجة عفوية يسر مزينا معناه والناس كل تفعلت بالحق برشة ناس بعثولي ومحليهم بالحق معانتا وحتى كنشوفك نشوفك قاعد بحدة مماتك اللي هي اللي هي أم صابر رباعي وطلعت غنيت وكنت محليك وصابر كان محليه هذا كيف كيف يعرف يبعد على الضو بش يخليلك الضو هذكا جاست ياسر محليه بالحق انفت ظهرت انديرين برفع اما انا كنت لاحظو هكا قاعدت نسل فيه قبل ما يدخل الغنيه قلت له بش كون بش يدخل اللي غني انتي واللينا معناه كانت عندك الرهبة متاع المسرح والادي؟ فام الرهبة انا المسرح هذكا مسرح الوبيرا اللي غنيت فيه يظلي أكثر من صابر انديرين اول مرة نطلع فيه خاطر اللي في حال ذاته الناس كنت استنى فيه برش الناس استنيت كونه وقتاش صابر بش يطلع معه احمد وقتاش و انا مستنيتاش بقدر ما العباد استنيوها برشة اللي نتحس فما كالبريسيونه اللي تحس ان افنمان انغم معناه هو ضغط علي كنتي اكثر ولا على صابر اكثر؟ منتصور علي هو منتصور علي هو خاطر فما شكون قالوا ما نحبش نحكي برشة فما شكون ليمو معناه قالوا علش توا معناه فما شكون قالت في المسرح هو اخيرا يا صابر وفما شكون نقرأ في الكومنتير بيانسور اغلبيتهم يجابية لكن فما دي كومنتير اللي قالوا توا معناه افق به غني علش توا طلعوا معناه لكن انا نتفهم صابر نتفهم صابر خاطر ما عنده حتى سانس كي هو يجي فنان كبير في اول ما بداي والدخوه يغني يجي قالوا ما يتفاضله اسمه والدخوه صابر نشوفه معناه استنى الوقت المناسب اللي هو يجي المرة هذي وكانت يسرح لوا معناه ويمكن تفسير صابر زده يكون واجهه لانه صابر لما نسأله السؤال هذي يقول لي منحبش نكون عامل مزيه عليه حب نعلمه يعمل على روحه وحتى كي يطلع بحذية الحب يطلع بحذية نجم وانت كي يطلعت بحذة صابر طلعت بخمستاشين غناية طلعت اسمك محفوظ طلعت اسمك معروف تصويرتك منقوشة عند الناس مطلعتش وكأنه واحد يحب يعاونك ويتمزع ليك حتى لو كان اقرب الناس لك ويمكن هذا الهدف اللي قصده صابر وقد يكون اختار الوقت المناسب في الحفلة المناسبة في الشهر المناسب وكانت حقيقة من اجمل اللحظات اللي عشناها في قاعة الاوبرا صحيح معنتها حتى الناس معنتها نحس انه فهم نوع من الهكا كانت حاجة كريسبي ما بينك وما بين صابر حاجة مشوقة ايه زع ما متعاركين مش متعاركين يحبوا ما يحبوش وحتى برشا صحفيين ولا فنانين انخرتوا في هالمقارنة هذه من عرش نفعتك ولا ذرتك لان خليني ذاكرك شاعر باشير اللقاني شفتوا في برنامج الاختيار مع محمد الخماسي صوت احمد الرباعي افضل من صوت عمو سابر الرباعي بل ان احمد احمد الرباعي هو الصوت الافضل والاقوى حاليا في تونس والله بش نعودلك الكلام اللي قلته يا هادي لا تجوز المقارنة ما منعاش الكلام اللي قاله اخطأ بشير اللقاني ما يجيش الكلام هذه انا يحرجني الكلام هذه معنى انا تاو نتقارن بفنان كبير كما صابر الرباعي ويقول لي انا خير منه ما شو سباشير اللقاني نحبو برشا ويعرف ما نجمش ان ما نجمش ان لا بشي فرحني لا بشي زيد لا بشي نقص يوخجلك منعاش البيوتاتر هو عندوش مشاكل مع صابر اه دونك تحسلك يوخجلني ما معنى كان هو عندو مشكلة معا يصفي امور معا ما تدخلنيش ما تحسبونيش انا موجود اخذونيش هكا وسيلة هكا بشي تصفيوا حساباتكم واليوم انا فرحان حاجة مهمة انا بشي نزيد ناكد سامحني خاصة عليك اللي هو كل مرة يطلع بحاجة سباشير اللقاني في مرة جنلوغني قال اللي غنيتي ما استحقش الجزال ولا والكلام متاح ادرا كيفيش ودرا شنو وتاوى قال الكلام هذي انا ما عادش نفهمه سباشير يا سباشير ما عادش فاهمك سباشير الحاجة اللي هي اليوم ان نشوف انك المستقبل وมา زلت ثنيه طويلة و يبدو انو عندك وسائل الرحلة اكيد هذه تعصنية الدمين هذي يلزم هبرش انفس يلزم بالحق ما يلزمكش تقول تعبت ليه انك عندك نفاس طويل واذا تحب حاجة تحب توصل لها رك بش توصل لها اخترت تغنينها غنية وصورتها كليب عنوان الأغنية ينبض ينبض قلب ينبض والقلب ينبض ترجمة نانسي قنقر قلب ينبض 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 اشتركوا في القناة 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 في القناة في السوق التونسي جيتنا في العوام 2008-2009 في تونس اشتركوا في القناة الاستهلاك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة